السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك اللهم لتجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وبعده اتكلمنا مع بعض في فضل الله تبارك وتعالى عن أهمية علم القلوب وضرورة إعادة هذا العلم مرة تانية في حياة الناس واتكلمت وقلت لكم إن هذا العلم هو من أوجب العلوم إلا ربنا سبحانه وتعالى أوجبه على الناس ولذا كان الإمام الغزالي رضي الله عنه ورحمه الله رحمة وسعى يقول وهذا النوع من العلم يعني علم القلوب واجب تعلمه على كل ذي لب كل إنسان عاقل لابد أنه يتعلم هذا العلم وقلت ليكم إن هذا العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو أصل الدين هو أصل الدين وأعظم مقامات الإسلام هذا العلم من العلوم اللي هي فعلا مش من القشور لا ده هذا العلم من العلوم الأساسية أصل الدين وعليه يقوم مقامات الإيمان وكان الإمام الغزالي رحمة الله عليه بيقول إن هذا العلم هو الذي شمر السائرون إلى الله سبحانه وتعالى في تعلمه وتعليمه ولولا هذا العلم لن قطع السائرون إلى الله سبحانه وتعالى تكلمنا بعد كده عن أهمية القلب وضرورة عناية الإنسان بالقلب وبعد كده تكلمنا عن العلامات اللي تدل على صراح القلب وسلامة القلب والعلمات اللي تدل على فساد القلب واتكلمنا إزاي نصلح القلب وإزاي نفسد القلب والحمد لله انتقلنا إلى المستوى الثاني من هذه السلسلة المباركة قال وهي معرفة الأمراض القلبية هنحاول بقد مستاع نحط أدين على المرض وخطر المرض وعلمات المرض وبعد كده نحاول نضع رشدة علاج علشان ربنا سبحانه وتعالى يقينا هذه الأمراض وأنا قلت لكم وهفضل أقول لكم كتير خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا إن المرض إذا كان أصاب البدن فصبر الإنسان واحتسب فهذا خير عظيم للعبد في الدنيا والآخرة فالنبي يقول وصب المؤمن كفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح والله لودن أهل العافية لو أن جلودهم قلضت بالمقاريد لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء أي في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا تكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله فلا يزال الله يبتليه في بدنه في ماله في ولده حتى يرفعه إياه فالبلاء إذا جاء في البدن سهل وهين إذا صبر الإنسان واحتسب بل بيكون نعمة عظيمة للعبد في الآخرة ولكن المشكلة إن البلاء إن الداء إن المرض يكون في قلب العبد الكبر العجب الحسد ونحو ذلك من الأمراض الخطيرة اللي ممكن تصيب الإنسان النبي يقول لنا إن أقل القليل من أمراض القلوب مفسد للإنسان في الدنيا والآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الإيمان والحسد في قلب مرئ مؤمن الحسد أول ما ينزل في القلب يطرد الإيمان اتكلمت معاكم عن أول مرض من الأمراض القلبية اللي بتفسد على العبد الدنيا والآخرة في الدرس الماضي وهو مرض الإعراض عن الله سبحانه وتعالى النهاردة نتكلم عن مرض آخر من الأمراض القلبية الخطيرة جدا المفسدة للإنسان دنيا وآخرة وهذا المرض مدمر للإيمان ومدمر للأخلاق مدمر للحسنات احنا وهذا هنتكلم عن مرض التحاسد مرض الحسد مرض الحسد اللي للأسف بدأ يصيب ناس كتير جدا وأصبح بالفعل هذا الداء هو داء العصر مرض العصر مرض التحاسد بين الناس تعالوا مع بعض نشوف أولا هو يعني إيه حسد الحسد علماء اللغة بيعرفوا الحسد فبيقولوا الحسد هو القشر عارف حضراتك لما تكون معاك موزة وتبدأ تأشرها كده ده معنى الحسد فالحسد معنى القشر فقالوا هو القشر ده المعنى اللغوي ده متعلق بالحسد ولا متعلق بالمحسود قالوا متعلق بالاتنين متعلق بالحسد لأنه يعر الحسد من الإيمان يعر الحسد من الإيمان آه بالفعل الإنسان بمجرب ينزل في قلبه الحسد إلا وتعرى هذا القلب من الإيمان وده بالفعل اللي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم ايمان وحسد الحسد نزل جوه القلب يطرد الامام من القلب وهنتكلم عن الكلام ده الان في مسألة خطر الحسد وبعضهم قالوا لا ده هذا القشر معناه متعلق بالمحسود وذلك لان الحسد اراد ان يجرد المحسودة من النعمة التي اتاها الله سبحانه وتعالى اياه النعمة لربنا ادهاله الحسد يتمنى ان ربنا عز وجل يزيلها عنه فمعنى الحسد هو القشر ايه خطر المرض ده ايه خطر ان الحسد ينزل في قلبي ينبغي ان الانسان مننا يعلم ان الحسد ده هو اصل كل بلية واصل لكل فساد واصل لكل مظلمة فما من مظلمة توجد عند الحسد الا وكان الحسد هو الاساس فيها تلاقي دايما الحسد دايما نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة دائما ما يسعى لايذاء الناس وافساد حياة الناس اللي ينظر للقرآن هيجد القرآن اصل للمعنى ده ان اكثر المظالم اللي الانسان بيرتكبها ان ما كانت بسبب الحسد تعالوا من البداية نشوف لماذا ترك ابليس امر الله عز وجل بالسجود لآدم هو الحسد حسد ابليس لآدم عليه الصلاة والسلام حسد ابليس لآدم على المنزلة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه فيها علشان كده كانوا بيقولوا اول ذنب واقع في السماء كان الحسد الحسد وصل ابليس للكفر بالله سبحانه وتعالى وصل ابليس للكبر والاستكبار على امر الله عز وجل الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ما كان هذا الا بسبب الحسد الحسد اللي ملأ قلب ابليس تجاه آدم عليه الصلاة والسلام الحسد ده هو اللي وصل ان تكون اول جريمة تقع في الارض ما كانت الا بسبب الحسد ايوة فاعلا والله العظيم اول جريمة واقعت في الارض قتل احد الاخوين للاخر احد ابني آدم ما قتل اخاه الا بسبب الحسد طوعت له نفسه قتل اخيه ليه بسبب الحسد حسده على ان ربنا تقبل القربان منه لما يتقبل منه شخصيا تقبل قربان من اخيه لما يتقبل منه حسد اخاه على اخته فكانت النتيجة الحسد ده وصل في النهاية لايه وصل في النهاية للقتل التحاسد اللي ملأ او الحسد اللي ملأ قلب بني اسرائيل هو قلوبهم اتملت حسد ليه ليه كفروا بالابياء ليه كفروا بالمرسلين ليه كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان الا بسبب التحاسد ان هذا النبي كان من نسل اسماعيل ولم يكن من نسل اسحاق كم من نسل غير نسلهم حسد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله حسد النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى اعطى النبوة بل بعض اهل العم يقولوا ان الاية دي نازلت في اهل مكة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله نازلت في اهل مكة حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به وهلكم موقف عجيب اوي يبين لنا قد ايه الحسد ده ممكن يوصل الانسان للكفر اميه ابن ابي الصلط اللي كان النبي بيحب اوي ان يستمع لشعره كما في صحيح مسلم ان النبي صار صار ما قال للشريد هل معك من شعر اميه ابن ابي الصلط شيئا قال نعم قال فانشدني فانشدته ثم قال هيه فانشدته ثم قال هيه فانشدته حتى انشدته مئة بيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد ان يسلم في شعره وما يبنى ابن ابي الصلط ده اللي كان يعني سمع من احبار اليهود ومن قسوسة النصارى ان هذا الزمان زمان نبي الزمن ده سيبعث الله فيه نبي فكب يتطلع يكون هو النبي فبدأ يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وينشد الاشعار الاشعار اللي فيها توحيد لله سبحانه وتعالى اشعار تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى واجلال الله وفضل يتكلم بهذه الاشعار مئات الاشعار ومئات القصائد كل ده علشان ايه علشان ينال النبوة فلما اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حسد النبي على رسالة فكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه حسدا أن النبوة ورسالة راحت هنا وما جت ليش أنا عايز أسألكم بالله هو إيه اللي دفع أخوة يوسف أن يصنعوا بيوسف ما صنعوا ألم يكن الحسد هو بشكان الحسد هو اللي وصل أخوة يوسف لهذا المقام ولهذه المنزلة إنهم ياخدوا أخاهم ويطلعوا على البئر ويرموا أخاهم في البئر سبحان الله ابن عباس رضي الله عنه بيبين لنا ويصور لنا حال هذا المشهد وسيدنا يوسف متعلق بالبئر ومنهم من يضرب على يديه ومنهم من يضربه في وجهه ومنهم من يقذف الطراب في وجهه وأدناهم من يسبه سبا قبيحا هو لي الألب وصل لهذه الحالة أي ألب يصل لمرحلة أنه يقول اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين هو إيه اللي وصل أخوة يوسف لهذا المقام عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ليه وصل للمرحلة دي أليس بسبب التحاسد الله سبحانه وتعالى يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ليه وصلوا لهذا المقام التحاسد ليه حيي بن أخطب يرسل أخاه علشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصل للمدينة دا ويتتبع الصفات اللي كانت موجودة في التوراة ويشوف العلامات اللي التوراة بيّنتها في شأن النبي المبعوث ويروح هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتتبع علامات نبوة لحد من يشوف علامات نبوة كاملة ويرجع إلى أخي حيي بن أخطب وحيي بن أخطب يقول له ها أهو هو قال هو والله هو فساعتها لما تيقن أن النبي مبعوث من العرب مش من بني إسرائيل حسده فقال أخوه له ها فما نصنع معه قال عداوته ما بقيت التحاسد والعياذ بالله التحاسد والعياذ بالله اللي بيوصل لهذا الحد ولذا كان الله سبحانه وتعالى يبين لنا أيضا حال مشريك مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ليه مشريك مكة عاندوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليه خالفوا أمره ليه عاندوه ليه حربوه تحاسد ولذا قال الله سبحانه وتعالى النبي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يكلوك بعنيهم من قتر الحسد والغل اللي كان موجود في قلوبهم أهل مكة كانوا عارفين الحق آه كانوا عارفين الحق وموقنين به وعارفين به ولكن للأسف منعهم الحسد من الإسلام والإزعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان الأخنس بن شريك وأبو جهل وأبو سفيام التلاتة كل يوم روحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يسمعوا القرآن وكل واحد منهم ما يعرفش إن صاحبه قاعد في مكان معين من البيت ده قاعد في جهة الشمال ده في الجنوب ده في الشرق أو الغرب حتى إذا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم آمن نبي صلى الله عليه وسلم وهو بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى القراءة كل واحد منهم يمشي فيكتمعوا التلاتة ويتقاسموا مع بعضهم البعض ماينفعش أهل مكة يشوفوكم بهذا الحال إن انتوا بتيجوا مأسورين أمام كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة ماينفعش ثاني يوم لا يتحملوا ويأتي كل واحد منهم علشان يعودوا يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما في مرة الأخنس بن شريك بيقول له يعني يا أبا جهل أتدري أن محمد رسول مبعوث من عند الله قال أعلم أنه رسول مبعوث من عند الله عز وجل ولكن كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقونا حتى إذا تسوين وتحاذت الركب قالوا منا نبي لا طبعا أن ندرك هذا الحسد اللي ملأ ألبأ بجهل دفعوا أنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وظل معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته وعلى شيء كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا في القرآن أوعوا في يوم من الأيام كمؤمنين أوعوا في يوم من الأيام كمؤمنين توصلوا لمرحلة أنتوا تتحسدوا فيما بينكم ولذا كان الله تبارك وتعالى في كتابه يقول يقول وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ مَا لَا بَعْضَكُمْ الآية هنا نزلت أيضا في التحاسد الممكن يكون بين الناس على نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لإنسان أوعوا في يوم من الأيام تكونوا بهذه الطريقة أو بهذا الحال وبعد هذا البيان القرآن العظيم المتعلق بأمر الحسد والمتعلق بأمر خطر الحسد والحسد ممكن يوصل لفين جاء البيان النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يبين لنا خطر التحاسد وخطر أن بالفعل المرض ده ينزل في قلب الإنسان أو خطر أن يكون المسيطر على قلب الإنسان هو الحسد فيبدأ الناس صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المرض ده ويقول لنا خدوا بالكم مرض الحسد ده من أسوأ ما يكون وتعالوا أبين ليكم إزاي النبي صلى الله عليه وسلم زاد البيان وضوحا فيما يتعلق بأمر الحسد يكلمنا صلى الله عليه وسلم عن الحسد إذا وقع في القلب ممكن يعمل إيه فيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن الحسد والحديث رواه أبو داود في السنة بإسناد حسنه الشيخ الأرنقوت رحمه الله رحمة وسعى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أنا لو عندي حطب وأوقت فيه نار النار تأكل الخشب تماما هكذا الحسد إذا نزل في قلب الإنسان ولما بدأت أقرأ في كلام العلماء هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المعنى ليه إن الحسد إذا وقع في قلب الإنسان ضاعت حسناته آه لإن أنا أعرف يقينا إن الحسد دا هو أصل لكل مظلمة يعني أنا لما يجي لي شاب ويقول لي أنا مراط عمي أنا حاسس بمشاكل كتيرة في حياتي وحاسس بأمور غير طبيعية في حياتي حتى المحل بتاعي باب رزقي إلا أنا بالفعل ربنا سبحانه وتعالى جعلوا باب رزقي وكان ربنا فاتح علي جدا وموسع علي جدا أنا النهاردة لما أراكب كاميرات قدام المحل وأفاجأ إن مراط عمي عمالة ترش ترش أشياء قدام المحل والكاميرات تسجلها تعمل سحر ترش قدام المحل ليه ليه الحسد يدفع الإنسان إنه يروح لساحر كافر ويكفر بالله سبحانه وتعالى ليلة النهار علشان يظلم هذا الإنسان يظلم هذا الإنسان المحسود أنا كنت بحل المشكلة عايز أبين لكم الحسد ممكن يوصل فين أحد الأمهات تكلمتني قالت لي أنا يعني أتوسل بالله إنك تيجي تكلم بنتي بنتي حاول التنتحر بنتي في مشكلة كبيرة جدا ولما رحت قعدت مع الأب والأم والبنت البنت عبارة عن هيكل عظمي من الهم والغم اللي أصابها إيه يا بنتي مالك صاحبتها اللي معاها في الكلية اللي ماشي معاها سنة بسنة والبنت دي كانت بنت متفوقة جدا ودايما بتطلع الأولى على البنت دي البنت دي حسدتها حسدتها على المنزلة اللي هي فيها فكادت لها عارفين الحسد وصل البنت التانية دي لإيه وصلها إن هي تاخد صورة صاحبتها وتروح لواحد مطقن للفوتوشوب يغد صورة البنت وش البنت ويركبه على جسد عاري جسد عاري وتغد الصورة دي تنشرها على جروب الدفعة إن دي صاحبتنا فلانا اللي بتطلع علينا الأولى بتتصور وهي عريانة وتفرجوا على صورتها تخيلوا مدى الأذى النفسي اللي كان موجود عند البنت دي البنت دي مرضت أمها بتقولي إن نزلت حوالي 22 كيلو شوفوا الحسد بيعمل إيه الحسد دايما بيدفع للظلم لإن الحسد جوه قلبه نار لا تنطفق لا أطفقها الله لا تنطفق بسبب إنه شايف حد ربنا أعطاه نعمة مش موجودة عنده مش موجودة عنده فتلاقي الحسد دايما بيفكر إزاي إزاي يظلم إزاي يكيد إزاي يعني يظلم هذا الإنسان تخيلوا على جروب دفعة 2000 ولد وبنت تتعرض صورة البنت الأولى على الدفعة بهذه الطريقة منظرها يبقى أعمل إيه في الجمعة منظرها يبقى أعمل إزاي قدام الدكاتب بل ومنظرها إيه بقى لما الصورة دي تنتشر بقى على جربات العيلة والكلام ده الحسد دايما بيوصل لكده وعلشان كده النبي قال لنا إن الحسد بيأكل الحسنات لأنه جريمة وبيوصل لجرائم والأدهى والأمر إن يومي الإيامة يقف المحسود الذي تذوق المرارة في الدنيا بينادي الله يقول له ربنا أنا عايز حق من الحسد ده فيأخذ الحسد فيأخذ المحسود من حسنات الحسد حتى لا تبقى له حسنة وبالتالي يهوي هذا الحسد إلى جهنم إلا إذا تابع إلى الله سبحانه وتعالى هي دي المشكلة الأساسية بتاعت الحسد للأسف الوقت معاكم انتهى بسرعة نكمل في الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالحسد وإزاي لو الإنسان وقع في قلبه حسد إزاي يطهر قلبه من المرض ده وإزاي لو اتحسدنا إزاي نحصن نفسنا من هذا المرض إزايكم وخيرا هذا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم